وكانت هيئة الأركان العامة للجيش التركي أعلنت مقتل 13 جنديا وإصابة العشرات في الهجوم الذي استهدف حافلة تقل عسكريين في ولاية قيصر وسط البلاد المزيد في التقرير التالي في آخر هجوم من سلسلة اعتداءات هزت تركيا في الأشهر الأخيرة قتل 13 جنديا وأصيب عشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة كانت تنقل مجندين في مدينة قيصر وسط البلاد هذا الاعتداء يأتي بعد أسبوع على تفجير مزدوج وقع في اسطنبول وأسفر عن مقتل 44 شخصا أعلنت مجموعة كردية مسؤوليتها عنه الجيش التركي قال إن الحافلة استهدفت بعد أن خرجت من المقر العام للجيش في المدينة قيصر تعتبر من المدن الكبرى في وسط تركيا وتشكل مركزا صناعيا ولم تطلها الاعتداءات التي هزت تركيا خلال السنة الجارية تركيا هذا العام شهدت سلسلة اعتداءات نسبت إما لعصابة داعش الإرهابية أو لمجموعات كردية طالت عدة مناطق وأسفرت عن عشرات الضحايا فيما تتوعد السلطات بالرد على الأعمال الإرهابية حتى النهاية